مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب قالوا في الأمثال أن الغريق يتعلق بقشة فلأنه غريق ويواجه الموت من كل ناحية فهو يبحث لنفسه عن أي منقذ حتى لو كان هذا المنقذ هو قشة صغيرة لا يفكر إذا كانت هذه القشة هتنقذه أم لا هو هيتمسك بيها وخلاص وهذا المثل ينطبق بالكمال وبالتمام على محاولات الإخوة المسلمين المستميتة في إثبات أن المسيح لم يصلب ولم يموت فهناك محاولات مستميتة فلا يجد أدلة على إثبات الرواية القرآنية التي تقول أن المسيح لم يموت ولهذا يبحثون هنا وهناك يفتشون ويبحثون ويتعبون ويطعبون الآخرين في أنهم يجدوا أي حاجة تثبت أن الرواية القرآنية صحيحة مرة يروحوا إلى سفر المزامير واللي بتتكلم فيه المزامير عن إنقاذ الرب ويقولوا أهو الرب أنقذه ومرة أخرى يروحوا للأناجيل ويقولوا آدي فيه آيات في الأناجيل بتثبت أن المسيح لم يموت يعني أنا معرفش اللي بيقول العبارة دي هو بيفكر ولا هي أفل يعني تفكيره نهائي ويروح يدور على آيات هنا وهناك ويطلعها وياخدها من خارج سياقها ويقول أنا عندي إثبات من داخل الأناجيل أن المسيح لم يصلب ولم يموت النهاردة عنوان حلقتنا هو كغريق يتعلق بقشة محاولات المسلمين إثبات عدم صلب وموت المسيح من الأناجيل والحلقة دي والحلقات اللي جاية إذا أعطانا الرب وقت هنتكلم عن الموضوع ده وعن صلب المسيح بالتفصيل الشديد لكن اللي يقرأ فينا الأناجيل سواء كان مسيحي أو غير مسيحي هيطلع بحقيقة وحدة صريحة كالشمس وهي أن المسيح قد صلب ومات وقام هذه الحقيقة بيقولها أحد الشيوخ في فيديو لي أصير جدا بيكلم على أن الأناجيل الأربعة لا محال بتثبت فعلا أن المسيح قد صلب وقد مات وأنها تتطفق على هذه الحقيقة فخلونا نشوف الفيديو الصغير ده ونرجع نشوف الآيات اللي بيستخدموها المسلمين المهم من المقصود أن الأناجيل اتفقت كلها على الصلب وكمان يا حضرة الشيخ اتفقت على أن المسلوب هو يسوع المسيح وليس شبيه له دي الحقيقة دي الحقيقة اللي بيحاول يرفضها الإخوة المسلمين الحقيقة الواضحة كالشمس اللي مش ممكن أبدا ينكرها إلا إذا كان الشخص أعمى أو out of his mind فقط عقله يعني كويس؟ طيب إيه بقى الآيات اللي بيحاولوا يثبتوا يثبتوا من خلالها إنه المسيح لم يصلب أو لم يحاولوا يقولوا لك المسيح كان عنده قدرة على التخفي فبما أن المسيح كان له القدرة على التخفي يبقى مشكلة الصلب اتحلت يبقى المسيح تخفى واختفى من وسط الجموع وحل شبهه على أحد آخر طيب إيه اللي بيقولي بيثبتوه من خلاله هذه المقولة أو الحاجة يقول لك المسيح كان يختفي ويتخفى ناخد مثلا آية من الآيات في لوأة وفي أصحاح أربعة وفي عدد تسع عشرين وعدد تلاتين فقاوموا فقاموا وأخرجوا خارج المدينة وجاءوا به إلى حفة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل أما هو فجاد في وسطهم وماذا بما أنه جاز في وسطهم وماذا يبقى أكيد في الصلب أيضا جاز في وسطهم وماذا أغدين بالكم من أسلوب التفكير سواء ماذا بطريقة معجزية أو ماذا بيهبتو وبجلالو اللي الناس يعني رأوه فيه جاز في وسطهم ماشي في وسطهم الكل شافوه ماشي في وسطهم الكل أدركوه أنه هو يسوع المسيح لكن لم يجرؤ أحد أن يضع يده عليه هم أمسكوه وكانوا يريدون أن يطرحوه إلى أسفل لكن لم يستطع أحد أن يفعل هذا فوقف يسوع وجاد في وسطهم والكل شافوهو في وسطهم ومضى هل الآيات دي تثبت عدم صلب المسيح يعني الآيات دي لو واحد فكر فيها بعقله هل يمكن أبداً العاقل أن يستخدمها لإثبات أن المسيح لم يصلب هنشوف الآية الثانية فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم لأن الآية الأبلاء على طول قال أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فراء وفرح فبيقول له أنت ما عندكش خمسين سنة والفرق ما بين الحياة المسيح وحياة إبراهيم حوالي ألفين سنة فالرب يسوع قال لهم حاجة أصعب من الأولانية الأولانية قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فراء وفرح الحاجة الثانية بقى لألهلهم اللي كانت أصعب من كده قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن كينونة كائن موجود قبل إبراهيم فهو قبل الأزمنة منذ الأزل فرافعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مكتازا في وسطهم ومضى هكذا يقول لك آه شوف بقى يسوع اختفى وبما أنه عنده القدرة على الاختفاء ففي عند الصليب يسوع اختفى كويس ووضع شبهه على آخر بجد حقيقي يعني تمسد الكلام اللي بتقوله ده فاختفى وخرج من الهيكل مكتازا خلوا بالكل العبارة اللي بعدها مكتازا في وسطهم ومضى هكذا اكتاز في وسطهم وبعدين هو ييجي عند الآية دي وياخدها ويصدقها إنما الآية اللي قبلها ما يقدرش يجي جنبها ويصدقها الآية اللي قبلها على طول ما يصدقهاش الآية اللي بتكلم عن أزالية المسيح وأنه قبل أن يكون إبراهيم هو كائن ولا يستطيع أحد أن يقول هذه العبارة إلا شخص الله نفسه الذي هو أزلي وأبدي سرمدي الكائن قبل كل الأشياء الذي خلق كل الأشياء وهو كائن قبل كل الخليقة منذ الأزل وإلى الأبد هو ما يقدرش ياخدها ما يقدرش يجي جنبها ما يقدرش يصدقها إنما خياله وفكره وللأسف إيمانه المريض بنص ليس له أي إثبات تاريخي في أن المسيح لم يصلب يجعله يصدق الآية دي الأخيرة ويقول لك أبني عليها معتقدي في أن المسيح لم يصلب علشان أثبت صحة الرواية القرآنية أي أخرى فطلبوا أن يمسكوه رب يسوع رب يسوع أكلم في النص ده أيضا في بالذات في يحن عشرة عن حقائق غير عادية عن طبيعة شخصه أنا والأب واحد لا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي خرافي تسمع صوتي أعلن أعلن عن نفسه إعلانات غير عادية واليهود اعتبروا بيجدف فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحن يعمد فيه أولا ومكث هناك طلبوا أن يمسكوه في كل المحاولات التي كانت قبل الصلب في أن يميت يسوع كان يسوع يحفظ نفسه ليه هنكلم عن النقطة دي بكل وضوح النهاردة لكن لا يمكن قبل أنك تبني من آية زي كده أو آيات زي كده أن المسيح لم يصلب يقول كده مدام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم أنا مش بكلم على فكرة من دماغي أنا فيديوهات كثيرة جدا بس أنا ما حبيتش أجيب الفيديوهات لأنه يعني في بعض الأشخاص مش عايزين أن احنا نشيرهم من خلال الفيديوهات اللي احنا بنجيبها لكن لكن ده هو السند ده اللي بيستندوا عليه يسوع اختفى عنهم بيجي يقولك بما أن يسوع اختفى عنهم فيسوع أيضا عند الصليب اختفى عنهم وحصل اللبس وأنه الناس يعني اتلخفنت فرأوا يسوع في شخص آخر فخدوه وننكلم في حلقة جاية إن شاء الله عن الاكتشاف العظيم هناك اكتشاف عظيم فعلا الأمة الإسلامية عندها اكتشاف عظيم اكتشاف قعد مئات السنين محدش قادر يوصل إلى حقيقته وهو اسم الشبيه الذي أخذ مكان المسيح واو اكتشاف عظيم جدا نقولك فعلا كغريق يتعلق بقشة كغريق يتعلق بقشة شاهد ما شافش حاجة وبالتالي شاهدته زور وشاهدته لا يعتد بها وشاهدته مناقضة للتاريخ ويجي واحد عايز يثبت أن هذه الشهادة حق آية أخرى فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا ده تلميذ بعد لما آمن رب يسوع من بين الأموات وبطرس قال لهم أنا هذهب لأتصيد فستة منهم نزلوا معاه وسهروا طول الليل ولم يمسكوا شيئا في يحنى واحد وعشرين فخرجوا ودخلوا سفينة الوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع بيقول لك آه أهو شايف تغيرت حيئته شكله تغير فهو يستطيع أن يغير شكله وبالتالي هو تغير شكله واليهود تلخفينه والرومان تلخفينه والتلاميذ تلخفينه على أساس أنه تغير شكله وقال أن التلاميذ طول الليل بيصفادوا صهرانين طول الليل والسفينة جوه والرب يسوع على البحر ده أنا لو الأوبجيكت أو الحاجة اللي هشوفها مثلا بعيدة مسافة تبقى كلها يعني فاجي أو مشوشة قدامي طول بالك المسيح على الشط وهم جوه ولكن التلاميذ لم يكن يعلمون أنه وفي نفس الوقت التلاميذ يعلموا أنه مات وظهر وظهر ليهم لكن برضو ما زالت فكرة القيامة عند التلاميذ كان زيتومة اللي قال إن لم أضع يدي موضع المسامير في يده وفي جنبه لن أؤمن فهنا مش لأن المسيح تغير شكله تغير شكله ولأن المسيح تخفى عنهم ولأن المسيح يعني عنده القدرة على التخفي وبالتالي يبني عليها إنه المسيح لم يسلم طيب ماذا واختفى هل يمكن أن هذه الآيات اللي ذكرناها تؤيد بأي شكل من الأشكال عدم صلب وموت المسيح هل يوجد عاقل يمكن أن يبني على هذه الآيات أن المسيح لم يسلم وأن المسيح لم يمت لا يوجد كونه يكتاز في وسط الجموع ويمضي سواء بصورة طبيعية أو بصورة معجزية لا يؤيد أبدا الرواية القرآنية في عدم صلب وموت المسيح يعني المنطق اللي بيستخدموه منطق لا منطق المنطق اللي بيستخدم فعلا من جهة الإخوة المسلمين والدعاة المسلمين في إنكار صليب المسيح هو أساسا يساوي لا منطق ليه؟ لأنه هو مش شايف هو حتى ما درسي وفهم أنه زي حياة المسيح كانت تسير حسب خطة إلهية دقيقة جدا فلا يمكن أن يتم شيء قبل معاده لا يأتي المسيح ولم يأتي المسيح قبل الزمن المحدد ولن يصل بالمسيح قبل الزمن المحدد كل حاجة كانت في حياة المسيح تسير حسب خطة إلهية دقيقة جدا حتى محاولات هيرودس أن يقتل المسيح وهو طفل كانت محاولة فاشلة كل المحاولات اللي أيضا اليهود حاولوا فيها يتخلصوا من المسيح قبل وقته كانت محاولات فاشلة ليه؟ لأنه كان يصنع كل شيء حسنا في وقته كان هناك طايم أو خط زمني واضح جدا محطوط جدا منذ الأزل هو ده اللي بيتمم المسيح فلن يصل قبل وقته ولن يأتي إلى العالم قبل وقته ولن يخرق من العالم قبل الوقت الذي حدده في أزليته كل حاجة كان متحكم في كل الأحداث كان متحكم في الزمن وكان متحكم في الأحداث وكان متحكم في التوقيت وكان متحكم في الأماكن كل حاجة كانت متحكم فيها المسيح يسوع وكان متحكم وكان متحكم بل كانت حياته تسير بحسب الخطة الأزلية الإلهية لكل تفاصيل حياته ومجيئه على الأرض المقاصد المقاصد الإلهية الخطة الإلهية هو ليس كأي بشر ولم يخطو المسيح خطوة خارج الخطة الإلهية ولم يفعل المسيح أمرا قبل أو بعد الخطة الإلهية حتى في قيمته لعاذر كانت كل حاجة بيصنعها في وقته حياته لم تكن ردود أفعال للناس لكن هو الذي كان متحكما في الوقت والناس والزمان والمكان عشك كده في عبارة كررت في إنجيل يوحن كثيرا وفي الأنجيل الأخرى وهي الساعة أو قات يقول لأنه لم تكن ساعته قد جاءت بعد وقات يقول هذه هي الساعة قد أتت الساعة فكل شيء زي ما قلت وده اللي مش قادر يشوف الإخوة المسلمين في حياة المسيح إن كل شيء كان يسير بحسب الساعة الإلهية أأكد لكم الحقيقة دي يقول الكتاب في يحن سبعة فطلبوا أن يمسكوه بعد يسوع لما راح يقوم العيد العظيم ودخل المدينة ووقف وقال إن عاطش أحد فليقبل إلي ويشرب إلى آخر إعلاناته عن نفسه الإعلانات العظيمة اللي أعلنها عن ذاته في يحن سبعة هذه الإعلانات لم تعجب اليهود وكانت بتثير غضب قادة اليهود وكانت الناس بتؤمن بي من أجل هذه الإعلانات والأعمال العظيمة التي كان يصنع فاليهود حسوا بخطر قادة اليهود وقادة الشعب ومعلمين الشريعة والكهنة حسوا بخطر إن هناك شخصية تمثل لهم خطر كبير زي أي رجال الدين اللي لا يحتمون إلا ب حياتهم ومنظرهم وشكلهم وصورتهم وجيوبهم لكن لا يهتموا أبدا بمجد الرب ولا بخدمة الناس فهم يستغلون الناس ويدعون أنهم يمجدون الله ده موجودة في كل بكل جيل وفي كل عصر التدين الزائف يقول كتاب فطلبوا أن يمسكوا ولم يلقى يلقي أحد يده عليه إيه بقى السبب لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد يعني إيه الوقت اللي فيه هيلقو الأياد عليه الوقت اللي فيه هيقدم نفسه ويصلب ويموت فداء عن البشرية لم يكن هذا الوقت قد جاء بعد فكل خدمته الأرضية هي تمهيد لهذه اللحظة وده بيقول لنا قد إيه أن يسوع كان متحكم في حياته كان متحكم في كل أموره لو أي شخص عادي لا يمكن أبدا أمام الكراهية والبغض والعداء الشديد والظلم اللي موجود والتدين الكاذب وإلى آخره كان ممكن يتحكم في حياته لكن يسوع كان متحكما في كل شيء لأن ساعة لم تكن قد جاءت بعد الوقت اللي فيه هيسمح لهم بأن يقبضوا عليه ويحاكموا ويصلب ويموت لم يكن قد جاء بعد وإلا تبقى حياة المسيح حرام مسكين ده واحد اليهود كرهوه مات ده مات يعني مات زي ما نقول كده نقص عمر حاشا كل شيء كان بحسب ترتيبه هو وتوقيته هو ولا تستطيع قوة في العالم أن تغير شيء من ترتيبه لهذا العمل العظيم لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد حاجة تانية هذا الكلام قال يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل في يحنى تمانية ولم يمسكه أحد يعني مرات بيحاول يمسكوه لكن ما يقدروش في حاجة بتوقفهم لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد وأوقات ما يقدروش حتى يمد ديهم إليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد وده يفصل لنا لماذا كان يسوع يختفي ولماذا كان يسوع يرفض أيضا أن أحد يعلن عن طبيعة شخصه قبل وقته ويفصل لنا حاجات كثيرة في حياة الرب يسوع إزاي كان حياته بحسب الخطة الإلهية الأزلية تسير عندما تتكلم عن الأمة الإسلامية لا تتكلم عن فرد تتكلم عن كل المسلمون كان مليار ومئتين مليون مسلم عندما تتكلم على شخص لا أتدخل ولكن عندما تتكلم عن الأمة الإسلامية ممكن أتدخل أنت أنت تقول دكتور عزني ونحن تعلم بأن هذه عقيدتنا في المسيح أنه رسول ونبي الله سبحانه وتعالى ثانيا عندما أنت متشبث بالآية القرآنية التي تقول وما قتلوه وما فلبوه ولكن شبها لهم أي هنا لم يظع هناك تفسير يقول أن هناك وضع إنسان في مكان داوية ولا هناك هذا خطأ القرآن يقول وما قتلوه الهو تعود على يسوع وما صلبوه والهو أيضا تعود على المسيح أي أن القرآن لم يمفي أن المصلوب والذي وضع على الصليب هو يسوع ولكن عندما يكون شبها لهم أي أن أن اليهود ظنوه كما يقول في كتاب بل ظنوه سواني 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 أنا عايز أفهم أنا عايز أفهم اللي أنت بتقوله والمشاهدين أيضا يفهمهم حضرتك بتقول أن الذي وضع على الصليب هو يسوع أم شبيه يسوع هو يسوع الذي وضع على الصليب هو يسوع وبعدين إيه اللي حصل إيه اللي حصل الذي حصل بأن اليهود ظنوه أنه مات على الصليب بأن اليهود كانوا يولدون ويثبت للناس أن هذا حش اليسوع أنه كذاب وأنه ليس رسول من الله طب سويني سويني يبقى أنا همشي معك واحدة بواحدة يبقى ده كلامك أنت كويس أن الذي وضع على الصليب هو يسوع نعم كويس لكنه لم يموت صح نعم طب حصله إيه حصله إيه إزاي إزاي أنقذ إزاي أنقذ وإزاي يعني فلت من من الموت أنا سأعطيك ماذا حصل حصل بلسان يسوع عندما سألوه التلاميذ حصل لما سألوه اليهود قالوا يا معلم نريد آية أي أن اليهود طلبوا معجزة أو آية من يسوع فماذا قال لهم يسوع أنا دائما أتكلم عن الكتاب المقدس قال لهم يسوع جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان ما هي آية الآن هنا أن يونان عندما بلعه الحود أي دخل بطن الحود حي وخرج حي كذلك ابن الإنسان أي كذلك يسوع دخل إلى بطن الأرض حي خرج منه حي هذا ما قاله يسوع الدكتور سواني سواني لا لا يعني أنا هارجع لي تاني موضوع يونان ده موضوع كبير ويونان يعني ما عادش تلات أيام حي في بطن الحوت لكن ده موضوع نتكلم نتكلم عنه لكن أنا عايز أعرف إزاي المسيح فلت من الموت أنت أنت دلوقتي أمامك أمامك الصليب اعتبر نفسك واقف قدام صليب المسيح بتقول أن المسلوب على الصليب هو يسوع المسيح طيب إزاي بقى يسوع فلت من الموت يسوع يسوع عفوا يسوع ظنوه أن اليهود ظنوا أن المسيح قد مات على الصليب سوان إزاي ظنوا أنه مات وأول حاجة كويس بعتوا العساكر عشان يكسروا أرجل المسلوبين لأنه بكسر أرجلهم كويس ده يعجل الموت ما قدرش يتنفس فيموت بسرعة فوجدوا أن المسلوبين على جانبي المسيح أحياء فكسروا أرجلهم كويس وجمل رب يسوع لقوه قد أسلم الروح لكن علشان يتأكدوا أنه مات تعانوه بالحربة فخرج ماء ودم من جنبه فالبراهين سوان البرهين على موته براهين حقيقية مش براهين أي كلام هم رأوه قد أسلم الروح هم رأوه قد أسلم الروح ظنوا أنه إزاي ظنوا ما فيش حاجة اسمها ظنوا يا أخ زيتوني ما فيش حاجة اسمها ظنوا ظنوا دي بحسب الرواية الإسلامية لكن في الكتاب سواني في الكتاب المؤدس ما ظنوش أنه أسلم الروح ده الرب يسوع صرخ سواني سواني ده الرب يسوع صرخ الرب يسوع صرخ أمامهم بصوت عالي الكتاب المقدس قال هذا الكتاب المقدس قال بظنه قال ليه قال ليه ليس أنا كل قال قال ظنه أنه قطع من أرض لا 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 ده دي نبوة أشعياء سواني دي نبوة أشعياء وبتتكلم عن الصلب والقيامة فالصلب حقيقي والقيامة حقيقي كويس دي نبوة أشعياء 53 لأنه إذا خدت أشعياء 53 يبقى لازم تاخد الكل لأشعياء وهو مجروح لأجل معصينا مصحوك لأجل أثامنا تأديب سلام عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا منا كل واحدين إلى طريقي والرب وضع عليه إثم جميعنا يبقى لازم تاخد النص كله بيكلم عن حقيقة الصلب وحقيقة القيامة أنا دلوقتي بكلم على الصلب تاريخيا الجنود الرومان اليهود اللي وقفين قادة اليهود يحنى الحبيب مريم العذراء كل هؤلاء الشهود الجندي اللي طعن المسيح بالحربة كل هذه الأدلة وانت بتقول لي أنه لم يموت وإذا إذباد هذا إذباد بأنه حي مين قالك كده يا أخي زيتوني طب نجرب كده مثلا نجرب نطعن نجرب نطعن سواء نجرب نطعن واحد بالحربة ونشوف لا يخرج منه دم عندما تضرب إنسان مية لا يخرج منه دم يا دكتور عزمي لا يخرج منه دم الدم يخرج لأن دقات القلب لأن هناك وشوت هناك يا أخي يا أخي زيتوني هناك لحظات دي لحظات ما بين موت المسيح وما بين الطعنة لم تكن ساعات طويلة ولم تكن أيام دي ثواني إن لم تكن ثواني يا أخي يا أخي زيتوني الأدلة سواني بس الأدلة الأدلة الكتابية على حقيقة موت المسيح حقيقته تاريخية لا يمكن تنكرها لا يمكن تنكرها يعني المسيح سواني سواني بس يبقى أنت بتؤمن إنه المسيح أغمى عليه مثلا نعم أغمى عليه وإزЕТه أنزلوه وهو أغمى عليه وإزاي إزاي تحط في القبر إزاي تحط في القبر وإيه اللي حصله جوه القبر بقى مين اللي دحرج الحجر مين اللي دحرج الحجر مين مين اللي وضع الحجر سواني بس يا أخ زيتوني انت مش تسمعني ماشي يا أخ زيتوني مين اللي وضع الحجر مين اللي وضع الحجر مين اللي كان بيحرس مين اللي كان بيحرس مين اللي كان بيحرس القبر وهل هل يستطيع جندي سواني بس هل يستطيع جندي روماني أن يهمل في حراسته هل ممكن الجنود الروماني يعرضوا حياتهم للموت نتيجة الإهمال لا يا أخ زيتوني لا لا انت المشكلة ان انت بتحاول ان انت تجعل النص الكتابي يقول ما لا يقوله علشان تثبت الرواية القرآنية وده غير حقيقي موت المسيح صلب المسيح سواني صلب المسيح يا أخ زيتوني أنا أكلم عن يوناندي في واحدة مرة خاصة كده صلب المسيح حقيقة تاريخية لا يمكن أبدا انكرها كما أن موت المسيح سواني كما أن موت المسيح موته حقيقة تاريخية لا يمكن انكرها أشكرك يا أخ زيتوني أشكرك أشكرك ودي يعني أنا طبعا بمبسط من الأخ زيتوني إنه هو بيحاول إنه يعني يجد ردود لكن هي الفلن الحقيقة إنه نظرية الإغماء دي نظرية من أفشل النظريات لي لأنه لا يمكن أبدا إثباتها ولا يمكن أبدا تخيلها لأنه يعني المسيح نزف دم كتير وتحط في القبر وهو في القبر شوية الدنيا كانت رد بجوه فالجروح بتاعته يعني شفيت وخد قوة وقام وحرك الحجر يعني نظرية خيالية أكتر منها حقيقة ولا تتطفق مع أي نص من نصوص الكتاب المقدس لا الرومان اللي كانوا بيحرسوا القبر ولا الحجر اللي كان موضوع ولا أي حاجة تاريخية بيقول عنها الكتاب كويس نرجع إلى موضوع الساعة الساعة في حياة الرب يسوع كانت مهمة جدا وعش كده لا يمكن أبدا أن يكون المسيح يموت قبل ساعته أو يموت بعد ساعته كويس كانت كل حاجة في حياة الرب يسوع بتسير بحسب هذه الخطة عش كده يقول لرب يسوع أنه لا ولأ لكن لأجل هذا أتايت إلى هذه الساعة يعني هو الرب يسوع أتى من أجل هذه الساعة زي ما بالزبط اتقال عنه أنه يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه الرب يسوع أتى لكيما يموت ولكيما يقدم نفسه فدية عن كثيرين ده الغرض ودل آله مرات ومرات ومرات في حياته أن ابن الإنسان ينبغي أن يسلم ينبغي أن يسلم وينبغي أن يحاكم وينبغي أن يصلب وينبغي أن يموت وفي اليوم الثالث يقوم كويس فهنا بيقول ولكن لأجل هذا أتايت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك كويس ومرة تاني يقول للرب يسوع أيضا في محنة 17 أما يسوع قبل عيد الفصح سورة عادة محنة 13 أما يسوع قبل عيد الفصح وعالم أن ساعته قد جاءت نحن ندخلين على أسبوع الألام هنا بدأنا أسبوع الألام أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل يبقى هي الساعة اللي فيها لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى كيف سينتقل يسوع إلى الآب بالموت والقيامة يتمم عمله الفدائي ويقوم من بين الأموات ويصعد إلى الآب يحنى 17 آية أخرى تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو سماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا أتت الساعة يبقى الساعة دي هذه الساعة هي فترة زمنية ليست one hour هي it's a period of time ويس هذه الساعة بدأت بعد أحد الزعف أو أحد الشعنين هي أسبوع الألام كله اللي بدأ يوم الاثنين اللي بدأ يوم الاثنين وانتهى بموت يسوع المسيح وبقيامته من بين الأموات هذه هي الساعة اللي فيها تم محاكمته اللي فيها تم الحكم عليه بالصلب اللي فيها مات على الصليب وأسلم الروح اللي فيها وضع يسوع في القبر كبرهان حقيقي على موته اللي فيها أيضا قام يسوع من بين الأموات وظهر للتلاميذ كبرهان حقيقي على قيامته من بين الأموات دي الساعة اللي بيكلم عنها الكتاب الساعة التي يشير إليها الرب يسوع هي بدأت زي ما قلت مع أسبوع الألام مع بداية أسبوع الألام إنها الفترة الزمنية التي فيها يتمم المسيح خلاص الإنسان بموته وبقيامته الرب يسوع أتى من أجل هذه الساعة وعشان كده لا يمكن أبدا أن هذه الساعة تتم قبل وقتها أو بعد وقتها اللي ما بنعرف الأنجيل بنشوف أدير رب يسوع كان مسيطر على كل الأحداث على كل الأحداث ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها أيضا وعندما يضعها هيضعها في الوقت الذي حددوا قبل الأزمنة وعندما يأخذها هيأخذها في الوقت الذي حددوا قبل الأزمنة ليجد إنسان عاش على هذه الأرض تكلم عن لحظة موته ولحظة قيمته زي الرب يسوع الرب يسوع يكلم عن كل حاجة كان يرى هذا المستقبل أمامه كان يرى يعلم تفاصيله ويتحكم في تفاصيله حياته لم تكن زي ما قلت ردود أفعال اليهود عايزين يمسكوه فبقوتهم يمسكوه يقدموه أو يحكموه في أي وقت لا 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 ده هناك وقت عينه الآب مع الإبن منذ الأذل فيه يموت المسيح وفيه يقوم المسيح عشكده في إنجيل مرقس وفي أصحاح 14 وفي عدد 41 يقول هذه الآية الجميلة المهمة قد أتت الساعة هوذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطى يبقى الساعة هي أيه هي عندما يسلم ابن الإنسان ليد الخطى ليفعلوا ما قصد الآب أن يتم منذ الأزل في أن يموت المسيح نيابة عن الإنسان طيب ناخد مدخلة ونكمل مع بعض الساعة الأخ حبيب كندا ألو ألو أهلا بيت أيوة سلام المسيح سلام المسيح أشرف أنا بس عايز أرد على الأخ زيتوني في دقيقة أو دقيقتين بتفضل ممكن آه طبعا هو بس في حاجة أنا عايز أقولها بس للأخ زيتوني إن التاريخ مش وجهات نظر التاريخ مش ما يطلبه المستمعون مش أنا نفسي في إيه وعد أفصل فيه التاريخ وقائع وشهود في تلت تلت أنواع من الشهود أيام صالب المسيح وده كان على الملأ ده كان يعتبر زي موسم الحق كان فيه اليهود اللي أمنوا بي واليهود الذين لم يؤمنوا بي وفيه الرومان التلت طوايق دول من القرن الأول كلهم قالوا إنهم شافوا المسيح مطلوب وشافوا المسيح ميت طائفة واحدة منهم هي اللي بتقول إن المسيح قام من الأموات ممكن نختلف في دي لكن على الأقل صارب المسيح وموته التلت طوايق المختلفة شافوا شافوا مصلوم وشافوا ميت ومدفون كمان الحاجة التانية اللي هو إنه بيحاول يثبت إن المسيح كان حي دي إحنا ممكن يعني ممكن نتفق بنسبة 50% فيها لأنه فعلا المسيح بلهوت ولا يموت فهو وحتى شبه لهم اللي في القرآن دي ممكن تكون أساسا بواقي بعض الطرائف المسيحية اللي كانت بتعتبر إن المسيح ما كانش له جسد حقيقي يعني كان إنسان جسد وظاهر لكن هو لهوت وبالتالي لا يمكن يكون مات فهو لهوته حي لكنه مات بالجسد اللهوت لا يموت النقطة الثالثة هو بيستخدم مثل يونان وده طبعا كان بيستخدمه أحمد بيتات يعني هو زاكر نايف طبعا على طول يعني لكن هو ببساطة الغلطة اللي بيعملوها إنهم بياخدوا المثل أي مثل يقوله المسيح بيبقى ليه وحدة ليه معنى مش مش كل تفاصيل مش للتطابق بالضبط زي ما الشعراوي قال إن المسيح مثل الخمس عزارة ده ده مثل عن المسيح ملك والملك ده يعني هو رمز للمسيح قريبا المسيح هيتجود خمسة فهده بقى الإسلوب الإسلامي الرخيص اللي هو المسيح المعروف حتى في القرآن فيه أمثلة والأمثلة الهدف منها تقريب المعنى وتوصيلها مش إن هي لازم تكون متطابقة مية في المية على الوصف وشكرا أشكرك أشكرك أخ حبيب ربي باركك الآية اللي قدام حضراتنا دي آية مهمة جدا بيقول قد أتت الساعة يبقى الساعة هنا التي أتت ارتبطت بأن يسلم ابن الإنسان إلى يد الخطأ إلى معلمين الشعب والشريعة وإلى الرومان لينفذوا الحكم طيب أجي إلى جزء مهم أي محاولة للموت لموت المسيح قبل يوم الفصح كان المسيح يرفضها ويسيطر على الموقف بأنه يختفي من وسطهم أي محاولة وده حقيقة من أجدها بكل وضوح في الأنجيل كانت حياة المسيح تسير بدقة متناهية نحو هذه الساعة التي من أجلها قد جاء فالصليب لم يكن حادث عارض في حياة المسيح ده الصليب والموت هو الغاية العظمى التي أتى من أجلها يسوع المسيح وده الإيمان المسيح اللي مؤسس على التاريخ وعلى الإعلان الإلهي وعلى الأحداث اللي أعلنت حياة المسيح أظهرت بكل وضوح أن صاحب السلطان والمسيطر على كل الأحداث وكل المجريات والزمن هو شخص المسيح نفسه شخص المسيح نفسه كان يصنع كل شيء حسنا في وقته طب إلي يثبت أن المسيح كان مسيطر على الأحداث وكان مسيطر على الزمن أن أقدم الشاهد بوضوح بس خليوني أخذ مدخلة وأرجع مع حضرتكم الأخت فريال من إنجلترا ألو أخي أشرف ألو أخت فريال أهلا بيك أهلا بيك أخي العزيز الرب يباركك ويتمجد في خدمتك أمين رب وغل نحن من البداية نحن نعرف ونؤمن بأنه الشيطان يكره الصليب لأنه يسحق على الصليب الرب يسوع المسيح يسحقه على الصليب وفي النهاية سيأخذوا إلى بحيرة النار والكبريت فطبعا يعني الدين أي دين هو الدين الشيطاني اللي ما يؤمن بصلب المسيح لكن فقط أريد أقول للأخ زيتوني في جيل متى إسحق 27 عدد خمسة لمن يهود الأسخريوطي تليل المسيح اللي كان عايش معانه ويعرفه طبعا لمن سلموا ماذا قال سلمت دمًا بريئًا بريئًا ثم مضى وخنق نفسه فأخذ رؤساء الكهناء الفضة اللي هم هو باع المسيح بتلاثين فضة وقال وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمان دم يعني عرفوا أنه مسكون اليهود وحيموت حيموت على الصليب ثمان دم سهل هو هذا معنى أغمي عليه هو اليغمى عليه ويطلع دم من عنده على الصليب فشوية فكروا ولا تفسرون الكتاب المقدس من تفسيرك وخيارك من المريض استندوا إلى الكتب المسيحية اللي تفسر الكتاب المقدس ومن الأخوة المباركين اللاهوتيين أحسن ما تفسرون الكتاب المقدس على كيف تم والرب يرحمكم وإحنا نسلم من أجلكم شكرا يا أختي فريال أشرف والرب يبارك شكرا شكرا ليك زي ما قلت أنه حياة المسيح أظهرت فعلا سلطان مطلق على كل الأحداث كويس فيه شاهد مهم جدا احنا ده بنشوفك وحياة الرب صعبة فيه شاهد يمكن بيوضح الصورة أكتر يقول الكتاب في لؤة 13 وفيه عدد 31 إلى 33 في ذلك اليوم تقدم بعض الفرسين قائلين له جملة رب يسوع وقالوا له أخرج واذهب منها هنا احنا مش عايزينك عندنا هنا هتجيب لنا مشاكل والحاجة كمان اللي احنا عرفناها اذهب اخرج من هنا لأن هيروديس يريد أن يقتلك هيروديس الملك يريد طبعا ده مش هيروديس اللي هو هيروديس الكبير علشان ايمة أولوشن ده ده يعني اللي رفينا هيروديس عندنا أكتر من هيروديس وعندنا أولاد هيروديس وأحفاد هيروديس إلى آخر في ذلك اليوم تقدم بعض الفرسين قائلين له اخرج واذهب منها هنا لأن هيروديس يريد أن يقتلك واحد لوحد بشر عادي آه لا لا ده أنقص بنفسي يعني أفلت أفلت من الموقف ده ده هيروديس ده يعني الملك ومين هيقدر يقف قدام الملك كميز فقال لهم فقال لهم يسوع قال لهم قمدوا وقولوا لهذا الثعلب وكان مشهور جدا بخبصه وبي يعني ألعيبه اللي اشتهر بيا للدرجة أنه كان البعض بيلقبه فعلا بالثعلب أمدوا وقولوا لهذا التعلب ها أنا أخرج شياطين وأشفي النهاردة وبكرة وفي اليوم الثالث أكمل إيه أنا عندي خطة أنا مش همشي في حياتي بحسب هيروديس أو غير هيروديس سواء ملك أو غير ملك أنا عندي خطة ماشي عليها هناك خطة دقيقة جدا ماشي عليها المسيح أنا النهاردة بشفي وبكرة هكمل عملي أيضا واليوم الثالث هيكتمل هذا العمل وبعد كده هتحرك ليه بل ينبغي خلوا بالكم أن أسير اليوم وغدا وما يليه ثلاثة يام لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج أرشليم أنا مش ممكن أبدا أترك المكان ده لأنه الموضع الذي حدد لي للموت هو أرشليم فأنا هروح أرشليم في الوقت المحدد من قبل الآب أولا المكان والزمان كل حاجة كان بيصنعها في وقته طيب قال لك المسيح كان يقدر على تغيير شكله هيئته فبالتالي المسيح غير هيئته زي ما قولنا اختفأ ويغير هيئته وبعدين يستندوا على إيه يستندوا بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب أخاه وصعد بهم إلى جبل عالم فردا وتغيرت هيئته قداء وضع واجهه كالشمس وثرت سيابه كبيضاء كالنور فالمسيح تغيرت هيئته طيب المسيح تغيرت هيئته وظهر بصورة مجيدة جدا لكن هذه السورة أدركها أدركها بطرس اللي كان موجود وأدرك أنه ده يسوع ما تغيرش وأدرك أيضا أنه يسوع هذا الذي ظهر فيه هذا المجد وهذا المجد الظاهر والمغطي لحياته ولوجهه هو نفسه يسوع المسيح للدرجة أنه قال يا سيد ليس جيدا يعني بطرس قال أنه يا رب جيدا أن نكون هنا ونصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولليه واحدة يعني لم يأخذ شبه آخر تتفق الأنجيل الأربعة على حقيقة واحدة واضحة وضوح الشمس ليمكن إنكرها وهي أن المسيح قد صلب ومات عندنا عندنا في الأنجيل الأربعة ستمية وتمنتاشر آية خصصة بالكامل لصلب وموت المسيح في الأنجيل بس موت وصلب المسيح طبعاً طبعاً شملت القيامة ستمية وتمنتاشر آية ويجي أسك إخواته يسيب الستمية وتمنتاشر آية دول ويدور لي على آيات ما لهاش علاقة أساساً بصلب المسيح ولا بموت المسيح ويحاول إنه يستخدمها ويلوي معناها ويغير في معناها علشان يثبت ما قاله الشاهد الذي لم يشاهد شيئاً خلوا بالكوا شوفوا قد إيه الكتاب المؤدس مهتم جداً بهذه الساعة وبهذا الحدث لأنه ده من أجل هذا أتى المسيح لكي يخلص ما قد هلك لأن جيل تحدثت عن الزمان المكان المحاكمات الأشخاص الناس اللي كانت في الشارع الجلد رد فعل الرومان كل الأشياء بالتفصيل كل الأفدنس موجودة بالتفصيل عن صلب المسيح والتفاصيل بتؤكد شهادة وصدق ما شاهدوه اللي يخاف من التفاصيل ويترعب من التفاصيل هو الكذاب والأجل هذا عندما تضع الأنجيل وتضع الكرآن بهذا الكم من التفاصيل الرهيبة جدا عن صلب وموت المسيح وتضع الآية الكرآنية التي لا تقدم ولا تفصيل واحد عن موت المسيح وصلب تعرف أنه مين الكذاب ومين الحقيقي المسيح مات من أجل خطايا ومن أجل خطاياك والأجل هذا قد جاء لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الرب يكون معكم ترجمة نانسي قنقر